رواقع التابعين خصوصا في الدروس يعني الأضواء كلها بتكون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن محتاجين نعرف الجيل الثاني اللي النبي قال عنهم صلى الله عليه وسلم خيروا الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فمحتاجين نعرف الناس اللي كانوا عايشين في القرون الخيرية الثلاثة محتاجين نعرفهم ونقرب منهم ونشوف كانوا عايشين إزاي وأخلاقهم وقربهم من الصحابة وعلمهم وخشيتهم يعني حاجات كتيرة محتاجين نعرفها تعالوا نفتح صفحة جديدة النهاردة مع واحد من خيار التابعين حقيقة هو يعد من أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة وكان من كبار التابعين والأعجب من ده كله جماعة أن كان سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان لما يعوز يسأل عن حاجات كده من الأمور اللي قضى فيها عمر بن الخطاب كان يسأل هذا الرجل لأنه كان من أعلى من الناس بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان بل الأعجب من ده كله أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كان لما يعوز يقضي في مسألة ما كان لا يقضي حتى يسأل هذا الرجل من هو هذا الرجل؟ هو سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة سعيد بن المسيب كان حريص جدا على طلب العلم وكان بيطلب العلم على يد بعض الصحابة ومن أنثال هؤلاء وعلى رأس هؤلاء زيد بن الثابت وأبي هريرة رضي الله عنهما أبو هريرة كان ليه نظرة صاقبة في الناس اللي بيطلبوا العلم على يد فقعد يبص ويتأمل في أحوال سعيد بن المسيب لا إنسان ما شاء الله خجول جدا وقور جدا عنده خشة لله علي قوي عنده حياء شديد جدا وما شاء الله عنده إقبال على طلب العلم بشكل غير عادي عنده أدب عالي جدا فلما لقى فيك صفات الجميلة دي ترح مجوزه بنته فسعيد بن المسيب يعتبر زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه أرضان عبادة سعيد بن المسيب كان حاجة عجيبة جدا لما تتخيل رجل يعني لمدة خمسين سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام خلف الإمام تقول مش ممكن يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام يقوله كما عنده ترمذيب بسناد حزن من صلى أربعين يوما في جماعة من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار فتخيل حضرتك لما سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الله وسعى صلى خمسين سنة خلف الإمام لم يتخلف عن تكبيرة الإحرام ولو مرة تقول مش ممكن مش ممكن إنسان يكون عنده الهمة العالية دي والحب الشديد ده للصلاة ده النبي عليه السلام يقول وجعلت كرة عيني في الصلاة هذا الرجل ينطبق عليه المثال الجميل دوت إنه هو تأسى بالنبي صلى الله عليه السلام وكانت الصلاة فعلا كرة عيني لأنه فعلا يكون إن أنت تواظف خمسين سنة خلف الإمام حتى إنه كان بيقول في المقولة التانية بيقول ليه ما نظرت إلى قفى أحد غير الإمام خمسين سنة يعني أنا خلف الإمام مباشرة ما فيش حد بيني وبين الإمام أنا لو وراء الإمام مباشرة شيء حاجب جدا لجماعة علوه وهمة لا تخطر على قلبه بشر يا شباب المسلمين يعني بتكسل تروح المسجد وممكن يكون المسجد تحت البيت أو جنب البيت روح وأقبل على الله سبحانه وتعالى وروح صلي في بيت ربنا سبحانه وتعالى لا تنظر ضعيف فقالوله طب تعالى نخرج لحت سماع العطيق تنظر إلى الخضرة وإلى الماء وإلى علا وعسى إن يعني النظر عندك أو كوت تنظر تتحسن فقال وكيف أصنع بشهود العشاء والفجر أنا لا يمكن أفرلت في صلاة العشاء ولا صلاة الفجر حتى لو رحت عنايا اللي اتنين وما بقيتش أشوف بيوم خالص بيهمنيش المهم إن أنا أكون بصل الصلاة الجماعة في المسجد في بيت ربنا حيث ينادى بهن سبحان الله تعالوا نبدأ الموضوع من أوله أو نعيش مع موقف جميل كده من أجمل المواقف التي مرت بسعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الله وسعى في يوم الأيام عقد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان عقد العزم على حج بيت الله الحرام وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وطلع مع الحشية بتاعته والناس اللي حواليه وطلعين من ضمشق إلى المدينة المنورة طبعا طول السكة شاي بيرتاحه وينصب الخيام وتذبح الذبائح ويأكله ويشربه ويتهنه ومبسطينه ومقضين بقى السكة فيه ذكر وتسبيح لله سبحانه وتعالى وفيه طلب علم إلى غير ذلك حدا ما وصله لمدينة المنورة فأول ما وصله دخل عبد الملك بن مروان وصله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى المكان المعد لإستقبال هذا الأمير أمير المؤمنين بقى وبعدين بعدما ارتاح وصبح تاني يوم الصبح فرح باعته ولمه له وميصرة قال له وميصرة التمس تي عالمة من علماء المدينة يأتينا ويذكرنا بالله ويعلمنا شوف حرص الأمراء حجيب جدا جدا شوف رجل بيحكم كم دولة ورغم ذلك كان حريص جدا على طلب العلم شوف قد ديه وبتبقى البركة كل البركة أن يبقى حاكم الدولة أو المسؤول عن الدولة يكون حريص جدا على تقريب أهل العلم وعلى حب أهل العلم وإكرام أهل العلم ويكون عنده حرص شديد جدا على نشر العلم وأن البلد كلها تكون على درجة عالية من التقوى ومن الخشوع ومن العبادة لأن كل دي بتحل البركة في بلاد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى فقال له يا ميصرة التمث له عالم من علماء المسلمين أو من علماء المدينة يأتينا ويذكرنا بالله سبحانه وتعالى ميصرة راح وده الحاجب بتاع أمير المؤمنين راح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيبحث عن حلق العلم فلم يجد إلا حلقة واحدة اللي كان فيها سعيد بن المسايد وراح مشاور له سعيد بن المسايد بقعد وصل تلميزه وراح مشاور له عشان يجي عشان يكلمه فسعيد بن المسايد قال تشيروا إلي قال نعم قال تعالى ماذا تريد تعالى أنت يعني ما رش معقول هتشاور لوحد عالم كبير وتقول له تعالى لأنت لأنت اللي تيجي للعالم فرح له قال له ماذا تريد قال أنا حاجب أمير المؤمنين وأمير المؤمنين قد أرسلني وقال التمث لي عالم من علماء المدينة حتى يأتي نفيه حدثني فقال له سعيد بن المسيب اذهب وكن له إني لست من حدافي أنا مش من محدثين بتوع الأمير أنا راجل بدي دروسي في بيت ربنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أخرج من مسجده وطلابي حوالي وإذا كان عايز هو بقى يجي يتلقى العلم فإن الحديث يؤتى إليه ولا يأتي إليكم وإن المكان فيه متسع فليأتي أمير المؤمنين يتعلم العلم بين أيدينا تعجب ميصرة في واحد في الدنيا يرفض دعوة أمير المؤمنين عشان يقعد يتكلم معاه أنا استتمنى أنها تقابل مدير عام مش أمير المؤمنين وروح راجع ميصرة لأمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان قال له ذهبت فلم أجد إلا حلقة الوحيدة وجدت فيها شيخا كبيرا ودعوته إليك ليحدثك فقال إني لست من حداثي اخذ بالك وقال إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي إليكم فإذا أراد أمير المؤمنين يأتي فليأتي ليتعلم فقال عبد الملك ابن مروان أجل هذا هو سعيد ابن المسيب ليت كلام تأتي يا ريتك بما رحت له ولا كلمته إن حس طبعا بخجل شديد جدا إن هو أمير المؤمنين ويطلبه عشان يروح عنده ويسمعه كلمتين ويرفض أنه ييجي لأمير المؤمنين من اللي قاعد بقى في الجلسة ديت؟ ولاد عبد الملك ابن مروان اللي هم فيما بعد واحد ورد تاني هيبقوا هم كمان أمير المؤمنين الأربعة الأربعة هيبقوا أمير المؤمنين بعد كده فواحد منهم تحجب فبيقول من هذا الذي يرفض أن يأتي لأمير المؤمنين مين دوت؟ في حد في الدنيا يرفض أن ييجي لأمير المؤمنين فواحد من جلساء الملك وولاده يعني فقال له ذاك الذي خطب أمير المؤمنين بنته لأخيك الوليد ابن عبد الملك فرفض قال له إيه ده؟ الراجل دوت سعيد بن المسيب رفض يجوز بنته لأخويا الوليد ابن عبد الملك الوليد ابن عبد الملك ده اللي هو بعد عبد الملك ابن مران هيبقى أمير المؤمنين يعني الخليفة الأمير اللي جاي يعني واخد بال حضرتك قال له معقولة رفض أن يجوز بنته لأخوي اللي هو الوليد ابن عبد الملك وهل كان يحلم أو يحلم أنه هو يلاقي واحد زي الوليد ابن عبد الملك هو كان يخطر على باله أصلا أنه واحد زي أخوي يتقدم لبنته فالرجل ده اللي قاعد ده قال له أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أقص قصته عليكم قال له قال له أنا سمعت القصة من الشاب اللي اتجوز بنت سعيد ابن المسيب اللي هو كافير ابن أبو وادع إيه اللي حصل يا جماعة باختصار القصة باختصار القصة أن عبد الملك ابن مروان حب أن يزوج بنت سعيد ابن موسيب لابنه اللي هو الوليد ابن عبد الملك اللي هو هيكون بعد كده أمير المؤمنين سعيد ابن المسيب هو ما كانش يعني يعني بالبلد كده ما كانش بيحتقر شأن أمير المؤمنين هو كل ما في الأمر خايف على بنته أن هي تتفتن في دينها وهو قال كده اللي نسأل اللي كانوا قريبين منه قال لهم تكون ابنتي فيما بعد بنت أمير المؤمنين فيخضون عليها بالحرير والطعام والمش عارف إيه وملزات الدنيا فأين دينها إذن في الوقت ده هتعلق قلبها بالدنيا وتنسى بقى العبادة والصلاة وقيام الليل والكرآن فأنا خايف على دينها إنه ما هو ما كانش مستقصر أنه أجوز بنته لابن أمير المؤمنين كل ما في الأمر هو خايف عليها أن تتفتن في دينها هم كالملائك في السماء مطهرين رواهع التابعين كالملائك في السماء فالمهم إيه اللي حصل في الوقت ده كان فيه تلميذ من أنجب تلميذ سعيد بن مصيب اللي هو كثير بنقى بوضعه غاب عن الحلقة بتاعت سعيد بن مصيب حوالي خمس أيام وبعدين راح مقابله سعيد بن مصيب أين كنت يا كفير قال كنت يعني أدفن زوجاتي فقد ماتت قال هلأ أخبرتنا حتى نشهدها معك يعني كنا نساعدك كده في الدفنة والعزاء وكان ده كله وسكت وشويتين سألوا سعيد بن مصيب قال هلأ استحدثت زوجا غيرها يا كفير جوزت واحدة زين أم لا لسه قال ومن يزوجني يا أبا محمد أبا محمد دي كونية سعيد بن مصيب قال ومن يزوجني أبا محمد وأنا لا أملك من الدنيا سوى ضرهمين أو ثلاثة قال إن فعلت أنا تفعل قال أوه تفعل يا أبا محمد أنت تجوز واحد فقير زي قال أجل فقام سعيد بن مصيب وقال أحمد الله وأستعين وأستغفر وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فقد زوجتك أبنتي على درهمين طبعا كثيري من يبا وضعك يعني مش مصدق نفسه جوازك درهمين يعني حاجة حاجة كده بلاش يعني فجري على البيت من شدة الفرح بقول فذهبت إلى البيت وأقدامي تسابق الريح وكنت صائما في ذلك اليوم فلما وصلت سمعت أذان المغرب فعجلت إفطاري وكان خبزا وزيدا خبز وزيد بس ما فيش أي حاجة تانية خالص يعني قال فلما أردت أن أتناول الإفطار حتى أصل للمغرب سمعت الباب يطرق فقلت من فقال سعيد بن المسيب فقال سعيد قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب ليه قال لأنه لم يرى منذ أربعين سنة إلا ما بين البيت والمسجد حد الشفرح أي حتة إلا بيته ومسجد وبيته ومسجد وبيش غير كده قال ففتحت الباب فإذا هو سعيد بن المسيب فقلت يا رحمك الله يا شيخي أنت شيخي وأستاذي هلأ أخبرتني حتى أتيك قال لا مثلك حق أن يؤتى يا سلام على تواضع العلماء الجمال آد يا آد العالم كلما ازداد العالم علما كلما ازداد تواضعا وده عمل زي حبيت السنبولة بتاعة الأمح سنبولة الأمح يا حبيبي لما تكون مليانة مليانة من جوه أمح بتميل على الأرض تواضع مليانة ولما تكون فضية ما فيهاش أي حاجة خالص بتكون وقفة كده وشامخة فلما تلاقي العالم متكبر أعرف أنه جاهل ولما تلاقي العالم متواضع فقال له مثلك أحق أن يؤتى يا كفير ثم قال له يا كفير علمت أنك شاب عزب أنا عرفت أنت طبعا لسه زوجتك ميتة فكرهت أنت بيت ليلتك بغير زوجة وقد عقدت لك على ابنتي فها هي زوجتي ورح بطلعها من وراء ظهره وحطها جوه الدار ورح قافل ما قالوش بقى طب حبيب قلبي معلش بس نكتب الأيما وبعدين نضع لها بعدين وخلص الموضوع ونزبطها مع بعض ما عملش كده عارف أن بنته لما يديها الواحد بيتتيق ربنا ده أغلى عنده من كنوز الدنيا ومن فروس الدنيا يا حباب قلبي فقال كفير فسقطت المرأة من الحياة أول مرة تشوف راجل سبحان الله الله يرحمه الحياة يعني فالمم يعني فسقطت المرأة من الحياة قال أما أنا فذهبت لأواري الخبز والزيت حتى لا تصدم بعيشتها يعني تلاقي بليلت الدخلة خبز والزيت ومال بعد كده أنا أكل كاراتين فالمم قال خبت الخبز والزيت فلما خبت الخبز والزيت طرعت فوق السطح عشان أنادي على واحد جاري يديني شوية فلوس سلف كده قادر أصرف على زوجتي فلسه بينادي فلقى أمه بتقوله هل تزوجتها كثير قال أجل يا أمه كتأمه عن دجرانه يعني كتأم دجارتهم هل تزوجتها كثير قال أجل يا أمه قالت وجهي من وجهك حرام إن قربت منها قبل ثلاث سيبها لي بقى زينها لك وزبطها لك وبعدين ادخل بيها قال لها حاضر جات أمه ورحت واخدى الزوجة ديت اللي إيه بنت سعيد بن مسايب وزينتها وزبطتها ووش أول ووش تاني وزبطت الدنيا ورحت مديها لقى بعدها لقى بعد ثلاث ايام يقوله كثير فلما دخلت بيها فإذا هي من أجمل النساء ومن أعلى من نساء بكتاب الله ومن أعلى من نساء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعلى من نساء بحق الزوج قال فبدت معها بأنعم ليلة ومكثت معها شهرا كاملا خدوا بالك بقى فلما مضى شهر كامل أردت بعد ذلك أن أذهب لأتعلم علم سعيد بن مسايب فقالت إلى أين في الصباح بقى في صباحية أول يوم قال أردت أن أذهب لأتعلم العلم على يد سعيد بن مسايب قال إلى أين أنت ذاهب يا كثير قلت لأتعلم علم أبيك قالت اجلس أنا أعلمك علم أبي أنا عندي العلم كله تعبوية طبعا دي كانت آخر إمتاج المصنع بعدها أفل فالمؤمن فسبحان الله قال فمكثت معه شهرا كاملا وبعد الشهر راح بقى مجلس مين سعيد بن مسايب فلما قرب منه وانتهت الحلقة بتاعت العلم اقترب منه سعيد بن مسايب قال كيف حاله هذا الإنسان قال بخير حالني أبا محمد حال يصر الحبيب ويسوء العدو فدفع له سعيد بن مسايب عشرين ألف درهم وقال استعن بها على عيشك مع ابنتي يا الله شيء والله العظيم يخلي العقل يطير واحد يرفض يجوز بنته من ابن أمير المؤمنين اللي هو بعد كده هيبقى أمير المؤمنين ويجوزها الشاب الفقير ويدده له كمان عشرين ألف درهم ليه؟ علشان دوت هيصنها وهيعلمها العلم الشرعي وهيقربها من ربنا أكتر أما لو اتجوزت ابن أمير المؤمنين اللي هيبقى بعد كده أمير المؤمنين ما بنقولش ان هو وحش بس بنقول مش هيعلمها العلم الشرعي مش هيقربها أكتر من ربنا بل بالعكسة ممكن لما تدخل عليها الدنيا ممكن تتفتن بالدنيا وتنشغل بالدنيا عن قيام الليل ودراسة الكرآن والعلم وإلى غير ذلك شفت الأب لما بيكون حريص على أن هو يختار لبنته رجل صالح يعينها على طاعة ربنا شفت قديه النبي عليه الصلاة والسلام لما بقول إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلتكم فتنة في الأرض وفساد عريض شفت قديه النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج امرأة بالنجل من فقراء الصحابة على ما معه من القرآن يعني قال له معايا صورة كذا وكذا معيش بقى لا فلوس ولا أي حاجة طب بقت لها خاتم من حديد قال ما وجدت خاتمة من حديد الحدث في البخاري قال أمعك شيء من القرآن قال معايا صورة كذا وكذا كم صورة كذا على قد قال قد زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية على أن تحفظها ما معك من القرآن قد إيه أم سليم لأم آنس بن مالك تزوجها أبو طلحة وكان مهروها الإسلام هو أسلم فقلت له هو ده مهري أنا مش عايز أي حاجة إلي أنت تسلم لو أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سوا فأسلم أبو طلحة وكان مهروها هو الإسلام إسلام أبو طلحة قد إيه نمازج مشرفة بجد بجد فعلا شفت الأب لما يكون حريص على أنه يختار لبنته الزوج الصالح عمر بن الخطاب لما تقامت حفظة رح لأبو بكر عرضها عليه فلم يرد عليه عرضها على عثمان فعرض بالكلام قال إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا فرح بعدها مباشرة بفترة تقدم لها النبي وتزوجها صلى الله عليه وسلم فجال أبو بكر وكلم عمر قال هل وجدت علي في نفسك أنك عرضت علي حفظة فلم أرد عليك قال له أجل أيه فعلا زعلت منك قال فإني كنت قد سمعت رسول الله يذكرها فكرهت أن أفشي سر رسول الله ولو تركها رسول الله لا تزوجتها يا سلام يا سلام على حرص الأب أنه يختار لبنته زوج صالح ده اللي حصل بين عبد الملك بن مران وبين سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة فالرجل بقى اللي هو كان جليس عبد الملك بن مران وهو أولاده بيحكي لهم بيلوم اللي حصل كذا 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 وهو رفض يجوز بنته من الوليد عشان بس هو مش مستخسرة فيه بس خاف عليها لتتفتم بالدنيا وبالبازخ اللي انتوا عايشين فيه وحب أنه يجوزها من شاب فقير عشان ياخد بأيديها المرضات ربنا والطلب العلم هي دي المسألة فشاهد في الموضوع طبعا ده خلى الوليد ابن عبد الملك وعبد الملك بن مران نفسه يشيل في صدره قوي بن ناحية سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة لكن حصل موقف تاني خلىهم يشيلوا منه أكتر واكتر ان كان بعد الوليد ان كان بعد عبد الملك بن مران كان اللي هو بقى يعني مترشح بقى زي يقوله اللي كان ليه الباعة بعدها على طول اللي هو أخوه مران ابن عبد العزيز عبد العزيز بن مران عبد العزيز بن مران ده الأمين يا جماعة اللي هو أبو عمر بن عبد العزيز اللي هو كان ساعتها كان حاكم مصر كان حاكم مصر في الوقت ده عبد العزيز بن مران اللي هو أخوه عبد الملك بن مران وعبد الملك بن مران كان المرشح بعدها على طول عبد العزيز بن مران بس عبد العزة النورام مات سنة 84 هجرية وكان زي ما قلت لكم كان ليل باعة بعد عبد الملك في الوقت دوة رح عبد الملك بن مروان عقد del bewife لولاده الاثنين بقى الوليد وسليمان الوليد ابن عبد الملك وسليمان ابن عبد الملك وكتب البيع عادية لكل بلدان أن كل الناس لازم تبايع للوليد ابن عبد الملك ثم سليمان ابن عبد الملك فإيه اللي حصل كان في الوقت دوت كان والي المدينة واحد يسمه عشاء إشام ابن اسماعيل إشام ابن اسماعيل وإشام ابن اسماعيل دوت كان يعني سبحان الله كان من أبناء عمومة سعيد ابن المسيب كانوا قرايب فرح إشام ابن اسماعيل عرض البيعة بتاعتني بعد أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان هيمسك من بعده الوليد ومن بعده سليمان يلا جماعة بايعوا على الكلام ده فكل الناس باعت إلا سعيد ابن المسيب رفض فرح إشام ابن اسماعيل اللي هو من أبناء عمومته اللي هو والي المدينة رح واخده ورح ضربه ستين صوت سبحان الله وطاف به في المدينة وكل ما يطلبه منه أنه يبايع الوليد ابن عبد الملك وسليمان ابن عبد الملك بعد عبد الملك ابن ران يرفض ليه؟ لأنه كان بيقول لا أبايع وعبد الملك حي ليه؟ لأنه كان لا يرضى عن الاستخلاف بالورافة دون الشورى كان عايزها شورى ما كانش عايزها وراسة إن عبد الملك ابن وران يموت يجي بعد الوليد يجي بعد الوليد سليمان يجي بعد سليمان مش عفلان فقال لا أنا مش عايز الحكم يبقى وراسة فانا لقوا بايع فرفض فراحوا واخدينه لمكان المكان دوت بيحصل اسمه السنية كان بيوصلب فيه وبيقتل فيه العصاة وصلوا لحد هناك وبعدين يعني صعب عليهم سعيد المسيب برضو عالم وأحد الفقاء السبع فراحوا مرجعينه مرة تانية ودخلوا السجن فلما دخلوا السجن كتب هشام بن اسماعيل اللي هو والي المدينة باللي حصل كان عبد الملك ما عرفش اللي حصل رح كاتب له رسالة قال له سعيد بن المسيب رفض إنه يبايع للوليد ابن عبد الملك اللي هو ابنك وسليمان ابن عبد الملك وأنا سجنته دلوقتي الراجل اللي خد الخطاب جاي بقى ورايح لمين لعبد الملك ابن مروان فراح قال له يا أمير المؤمنين أريد أن أعرض عليك أمرا وأشير عليك بأمر ما قال له ما هو قال أن تأمر هشام بن اسماعيل بأن يفرج عن سعيد بن مسيب ويطلعه من السجن يعني ليه قال له سعيد بن مسيب مش في دماغه أي حاجة بالبلد كده لا فيه انكلاب عسكرة هيعمله ولا هو بيبص على الحكم ولا الملك ولا حيث أي حاجة وما فيش أي خطر منه بالمرة كل ما في الأمر انه رفض البيع خلاص يرفض وهو واحد من الشعب والشعب كله موافق فلقى يا عبد الملك ابن وران كلام مخنع فرح كاتب لهشام بن اسماعيل قال ما ضرك لو تركت سعيدا ويعني وخلاص ويعني خرجوا من السجن فلما وصل الخطاب لسعيد لهشام بن اسماعيل حزن جدا انه عمل اللي عمله ده مع سعيد بن موسيب هو ابن عمو يعمل فيه العمال دي كلها ليه ويدرابو ويطف بيه ويدخلوا السجن وكل ده ليه فخرج سعيد بن موسيب وعاد إلى الورسي والتلاميذ ومردي وكان ليه دور كبير جدا في خدمة المسلمين انه لما مات العبادل الأربعة والعبادل الأربعة دولت الأم gr invaded عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن خطاب وعبد الله بن عمر بن العاص لما ماتوا الأربعة دول يا جماعة صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي المولى ده اللي هو كان عبد وبعدين أعتقه سيده فبقى مولى زي مثلا كان زي زيد بن حارفة كان عبدا فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فصار مولى قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح العلم والفقه في كل البلدان إلى الموالي يعني فقيه مكة كان عطاء بن أبا رباح وفقيه اليمن طاوس وفقيه أهل اليمامة يحيى بن كفير وفقيه أهل البصرة الحسن وفقيه أهل الشام مكحول إلا المدينة خصها الله بقراشي اللي هو سعيد ابن المسيب رحمه الله رحمة وسعى عاشت العمر معلما ومربيا وعابدا زاهدا طقيا ورعا ولكن بعد حياة طويلة مليئة بالبزل والعطاء وشفت قد إيه كان ليه مواقف عظيمة جدا ما كانش يقول إلا كلمة الحق وما كانش يتعامل إلا بكل حزة وكبرياء المؤمن وعارف إن رسله محدش هياخده وعارف إن محدش هيقدر عمله حاجة إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وعايش حياته كلها لله خمسين سنة حبايب قلب ما بين البيت والمسجد لم تفوته تكبيرة الحرام خمسين سنة يا شباب يا شباب اللي مفرط في الصلاة مش عايز أقول في المسجد بس وحتى في البيت ده في ناس تركين الصلاة أصلا وفي ناس بيصلوا لكن مما نزلهم وفي ناس بتصلي فرض وتسيب فرض وفي ناس ما بتصليش إلى يوم الجمعة وفي ناس مش عايزة تصلي خالص حبايب قلبي شفت قدي ربنا بيعل قدر الإنسان طول ما هعايش على طاعة ربنا سبحانه وتعالى بعد حياة طويلة مليئة بالزهد والبذل والعطاء والتطحية والعبادة نام سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الوسعة على فراش الموت وفاضت روحه إلى بريها سنة 94 هجرية في خلافة الوليد ابن عبد الملك وكان في اللحظة دي سعيد بن المسيب كان عمره 95 سنة الله خيروا الناس من طال عمره وحسن عمله جميل أوي أنك تعيش طويل وتملح حياتك كلها طاعة لله جميل أوي أن عمرك يطول ولكن العمر ده يكون كله في طاعة لله وقور بالربنا كل ركعة وكل سجدة هتسجدها لله هتقربك أكتر لأن ربنا اللي قال كده قال واسجد واقترب وكل يوم هتصومه كله في ميزان حسناتك هيتقل حسناتك يوم القيامة وكل عمره وكل حجة وكل ذكر لله وكل قراءة قرآن وكل إكرام يتيم وكل إحسان إلى الجيران وكل طلب علمه وكل ذكر لله وكل آية تقرأه وكل دعوة إلى الله وكل إحسان للوالدين وكل بر للوالدين وكل إكرام للفقراء واليتامة والأرامل والأرحام كل ذلك يبقى في ميزان حسناتك واغتنم كل لحظة في عمرك وتأكد زي ما النبي قال لك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنطلق أخاك بوجه انطلق أو طليق تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة اوعد فوت لحظة من عمرك إلا في طاعة اجعل عمرك كل طاعة لله سبحانه وتعالى وما زالت الصفحة مفتوحة لنرتقي غدا مع تابعيا جديد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وسحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته